شرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ثلاث كلمات الكلمة الأولى العلم في الأمور المعنوية وزانه وزان النور في الأمور المعدية أفرض أنكم تقودون سيارة في طريق مظلم ظلام وليل لا تعلمون ماذا أمامكم أمامكم حجر أو أمامكم شجر أو أمامكم جبل أو أمامكم وادي سحيق لا يعلم شيء فتحتاجون إلى النور المادي حتى تعرفون المسير وإلا مرة واحدة يسقط في هاوية أو يصطدم بجبل ويودي ذلك به وبحياته في الأمور المعنوية العلم له هذا الشأن نحن في هذه الدنيا كيف نعرف الصحيح من الخطأ والزيف من الباطل والضار من النافع العلم هو الذي يكشف لنا جميع ذلك العلم فيه خاصية الكشف وفيه خاصية الفصل وفيه خاصية التمييز بين الحق والباطل في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه يذكر قضية مجملها هذا يقول يقول هناك رجل ادعى أنه باب الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه أدعياء كثيرون في التاريخ القديم وحتى في هذا اليوم هذا الرجل ادعى أنه باب الإمام المهدي وأنه نائب خاص للإمام المهدي الناس التفوا حوله من التف حوله التف حوله الجاهلون ما يدري من أين يعرف هذا الرجل وهو الحلاج معروف في التاريخ كان هناك في بغداد واحد شيخ المتكلمين في بغداد وجه الشيعة في بغداد وجههم في الدين وفي الدنيا هذا فكر الحلاج أن يكتب إليه يقال له إنه بختي هذا الرجل قال هذا إذا جرنا إذا كسبنا فقد كسبنا الساحة كلها لأن هذا رجل له ثقل فكتب إليه كتابا أنه أنا سفير الإمام المهدي وأنه على كل حال أدعوك إلى الإيمان بي ولكن هذا هو الفرق الفرق بين العالم والجاهل هو هذا كيف نميز وكيف نعرف الآن إذا يجيبو لكم جوهرة هل هذه الجوهرة جوهرة واقعية أو زائفة نحن لا نعرف ولكن الخبراء يعرفون ذلك الآن إذا يجيبو لكم عملة نقدية إحنا منعرف لأن ما عندنا خبرة ولكن الخبير بمجرد ما يشوف هذه العملة فورا يقول هذه عملة زائفة القضية مطولة ما علي بتفصيلها النوبختي كتب للحلات أنه جيد ولكن الذي يدعي مثل هذا الإدعاء يجب أن تكون عنده أمور خارقة للعادة وأنا أطلب منك فالطلب بسيط على مثلك على من له هذا المقام الرفيع وهذا الطلب أن لحيتي بيضاء أنت أطلب من الله أن يجعل لحيتي البيضاء لحية سوداء سويت هذا الشيء أنا أؤمن بيك فعندما وصلت الرسالة إلى الحلاج علم أنه أخطأ في دعوة هذا وفتضح أمره وصار حديث وقضيت حديث الأندية وانفض الناس من حول الحلاج هناك بحوث مطولة في علم العقائد حول الفرق بين الكرامة والسيح والمعجزة من الذي يعرف هذه الفوارق عندنا رياضات رحمانية وعندنا رياضات شيطانية الرجل الذي يقوم بالرياضة الشيطانية يمكن أن يأتي بأمور عجيبة كيف تعرفون أن هذه الرياضة رياضة رحمانية أو رياضة شيطانية وأن هذا سحر أو أن هذه كرامة أو أن هذه معجزة العلم ولذلك العلم له قليمة كبرى في الدين وعندنا في حديث مذكور في كتاب الكافي عالم أظن عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه عالم ينتفع بعلمه أفضل عند الله من سبعين ألف عابد العالم الواحد والعالم تعرفون يعني شنو العابد يعني الذي كما يقولون يسهر لياليه بالعبادة إلى الفجر ويصوم نهاره فليلة ونهاره في عبادة دائمة خلوا عالم ينتفع في علمه من علمه في جانب وسبعين ألف عابد هذا العابد هذا العالم قيمته عند الله أكثر العابد ما يتمكن يعمل شيء إذا جاءت فتنة العابد ما يتمكن يقف أمام الفتنة ما يعرف شيء العابد ولكن العالم هو الذي يقف أمام الفتنة بعلمه ودرايته المذاهب الباطلة عبر التاريخ من الذي وقف أمامها العباد عابد ما يقدر العلماء هم الذين وقفوا أمامها هذه الكلمة الأولى الكلمة الثانية كما نحتاج إلى العلم نحتاج إلى علماء متخصصين العلماء المتخصصون لهم أهمية كبرى كمثال لتقريب الفكرة نحن عندنا كل واحد منه يحتاج إلى ثقافة طبية عامة كل واحد منه وإلا إذا واحد ما عنده ثقافة طبية يتورط في حياته ولكن ولكن هل هل يكفي أن تكون هناك ثقافة طبية تعرفنا الضار من النافع لا يكفي يحتاج إلى أطباء متخصصين عملية القلب عملية القلب المفتوح هذه لا تنفع فيها الثقافة الطبية العامة حتى إذا عدتكم مطالعات هذا يحتاج إلى طبيب متخصص في هذا الجانب بل حتى في بعض الأمراض العادية الثقافة الطبية لا تنفع لازم ترحون تراجعون الطبيب المتخصص علم الدين أيضا كذلك الكل يحتاجون إلى علم الدين في الكافي الشريف الحديث يقول طلب العلم فريض على كل مسلم العلام المجلسي رحمه الله يقول هذا فرض عين لا فرض كفاية يعني على كل واحد على تفصيل ذكره هناك ولكن لا يكفي هذا يحتاج مضافا إلى ذلك إلى أمة مجموعة هؤلاء يتخصصون في علوم الدين كم واحد نحتاج إلى كم واحد يقولون بعض العلماء يقولون كل مئة فرد يحتاج إلى عالم واحد إذا ناخذ هذا المعدل الآن بالعراق كم عالم دين نحتاج كم واحد نحتاج في العراق وحدها إلى حوالي ربع مليون رجل دين وخطيب وعالم في بقية البلاد أيضا امشوا على هذا المعدل مقابل مئة واحد نحتاج إلى رجل الدين لا تتعجبوا من ذلك أنا أنقل لكم هذه القضية حتى تلاحظوا مدى الحاجة الآن وأننا الآن نعيش في مواجهة أي تحدي واحد من العلماء من إحدى البلاد كان قد جاء عند العم حفظه الله فالعم نقل له أنه في بلدكم ذاك البلد أكو هنالك جماعة منحرفة فكر منحرف هذا الفكر اللي يولد الإرهابيين عندكم بالعراق هذا الفكر اللي يولد العمليات الانتحارية هذا الفكر اللي يولد السيارات المفخخة هذا الفكر اللي يولد حتى الأموات لم يسلموا منهم جنازة بالطريق يشوفوها يقطعون رأسها هذا الفكر في بلد واحد هذا الفكر عنده داي ربي الآن من فترة مليون ومئتين ألف رجل دين يحمل هذا الفكر القضية مو فقط تشكل خطر على العراق على كل البلاد هذا الفكر يشكل خطر فكر متطرف إرهابي لا يعرف المنطق اللي ما ما عنده منطق سلاحه القتل والتكفير قبل يومين ثلاثة يام كنت أقرأ أن هذا الفكر المنحرف داي ربي في بلد واحد خمسة ملايين بعدين ذول ينتشرون يجون إلى العراق إلى بلاد الخليج إلى بقية البلاد وشعارهم الإرهاب والإرغام والقاتل والتكفير هذا ما يشكل تحدي من يحتاج في مواجهة هذا التحدي ومواجهة بقية التحديات إلى ربع مليون رجل دين في العراق الآن العالم متعطش إلى مذهب أهل البيت يريدون أن يعرفوا سابقاً كانت هناك حدود وكانت هناك قيود الآن عندنا حسينيات فضائية حسينيات بالفضاء هاي الحسينيات الفضائية تدخل في كل غرف الحكومة تقبل أو ما تقبل في بيتكم أكو هناك حسيني تأتيكم من الفضاء كثير من الناس لم يسمعوا باسم مذهب أهل البيت صلوات الله الآن لا يسمعون أكو حاجة ملحة من يحمل هذه الراية ومن ينشر مذهب أهل البيت ومن يعرف مذهب أهل البيت في الحديث الشريف فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا التشيع مذهب أهل البيت إذا عرف إذا عرف هاي الأدعية فنحن نحتاج إلى كمية كبيرة من رجال الدين هذه الكلمة الثانية الكلمة الثالثة كما أن هناك ضرورة ملحة لوجود الرجل العالم كذلك هنالك ضرورة ملحة لوجود المرأة العالم كما نحتاج المجتمع يحتاج إلى علم علماء الدين يحتاج إلى علم العالمات بالدين العالمات بالدين يعني المتفقهات في الدين يعني الخطيبات يعني الملايات يعني المؤمنات اللواتي يعلمنا القرآن والأحكام الشرعية ويعرفنا التفسير ويعرفنا نهج البلاغة ويعرفنا الصحيفة السجادية المرأة أقدر عادة على مخاطبة المرأة إذا ملاي امرأة تتحدث مع النساء أقدر على مخاطبته عادة وعلى فهمهن وعلى تفهمهن وفي الآية الكريمة في مجال آخر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة منهم لأن منهم أقدر على تفهمهم وتفهيمهم إحنا تاريخنا في نماذج مشرقة مع أنه تاريخنا تاريخ كبت الأمويون العباسيون العثمانيون الآن هاي المناطق اللي تعيش تحت الإرهاب شلون تعيش الآن هالشكل للحكومات كانت حكومات إرهاب وقاتل نقل لأحد المحققين قبل شهريا يمكن قال شفت في التاريخ أنه شوفوا الإرهاب أي مستوى بلغه يقول واحد كان يطوف حول الكعب فرآه رجل علوي من أبناء علي وفاط صلوات الله عليه فسلم العلوي على ذلك الرجل في المطاف ذاك الرجل ما رد عليه السلام بعدين شاف في مكان وقال له ألا تتق الله في دمي شلون السلم علي في المطاف إذا شوف سلمت علي ياخذوني يقتلوني هالشكل كانوا يعيشون اقروا كتاب شهداء الفضيلة شوفوا شلون الوضع اللي كان يعيشه شيعة أهل البيت وأهل البيت ومع كل ذلك نجد أنه هناك عالمات في تاريخنا راويات للأحاديث كانوا يرون الأحاديث هاي الإحصائية مو متكاملة العدد أكثر من هذا هاي إحصائية مبدئية راويات الحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله نساء مؤمنات روينا الحديث عن النبي مباشرة كم وحد ثمانية وستين امرأة عن أمير المؤمنين صلى الله عليه تلسطعش عن الصديق الكبرى فاطمة خمسة عن الإمام الحسن عليه السلام أربعة يعني أربعة عن الإمام الحسين عليه السلام أربعة عن الإمام السجاد عليه السلام ثلاث عن الإمام الباقر عليه السلام أربعة راويات الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام خمسة وثلاثين امرأة لأن عهد الإمام الصادق صلى الله عليه شوية كان في حرية شوية خمسة وثلاثين عن الإمام الكاظم عليه السلام سبعة عن الإمام الرضا عليه السلام أربعة عن الإمام الجواد عليه السلام اثنين عن الإمام الهادي عليه السلام واحدة عن الإمام العسكري عليه السلام واحدة راويات أخريات خمسة وعشرين المجموع إذا تجمعوه مية وستة وسبعين امرأة روت الحديث عن المعصومين كان عندنا فقيهات في التاريخ امرأة فقيهة شلون عندنا مشتهدين رجال فقهاء كان عندنا فقيهات والقضايا في التاريخ كثيرة تحتاج إلى مجلد العلام المجلسي رحمه الله له أخت معلف البحار له أخت يقال لها آمن هذه كانت متبحرة في العلم وزوجها والدها الشيخ محمد تقي لأحد العلماء باسم الملة صالح المازندراني اللي كان رجل في نهاية الفضل وفي نهاية الفقر كلش فقير كان الشيخ محمد تقي أجي عدبتة آمنة قال قال إني رأيت رجلا في منتهى الفضل وفي منتهى الفقر فهل تقبلين به زوجان فقالت آمنة يا أبه الفقر ليس عيبا للرجال القضايا المعضلة التي كان يتوقف عندها هذا العالم الملة صالح المازندراني كانت تحلها له زوجته آمنة لاحظوا مستواها العلم في القضايا المعقدة كانت تحل له والمؤرخون ذكروا أنها كانت من المشاركات في تأليف كتاب بحار الأنوار بحار الأنوار هذه الموسوعة الضخمة من المشاركات في التأليف يعني المساعدات في التأليف ساعدت أخاها في تأليف هذا الكتاب ومن ذريتها ذين آمنة والملة صالح مجموعة من مراجع الشيعة الوحيد البهبهاني من أولادها وأحفادها بحر العلوم هذا العالم الكبير الذي له كرامات من أولادها يعني من أحفادها صاحب الرياض من أحفادها السيد البروجردي اللي كانت في قوم مرجع المعروف من أحفادها هذه روحيتها وهذا علمها إذن نحن يجب علينا أن نحاول أن في كل بيت وفي كل عائلة وفي كل عشيرة أن يكون هناك مجموعة من الفقهاء والفقيهات مجموعة من العلماء والعالمات هؤلاء يكونون فخر لعائلتهم ولعشيرتهم ولبيتهم وجود مثل بحر العلوم في عائلة هذا فخر لتلك العائلة فخر لتلك العشيرة ويرفعون راية أهل البيت في العالم بإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وندعو الله تعالى كما كشف المحنة الأولى عن الشعب العراقي المؤمن أن يكشف هذه المحنة الثانية بلطفه وكرمه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم بعقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر